دلوقتي انا مثلا بحط نفسي مكان عواد بحط نفسي مكان محمد صبحي انا بيتعلقان في المباراة الاهلي اللي جاية لو انا لعبت ولعبت وحش فاللي برة هيخش مكاني او انا هلعب اصلا ولا مش هلعب فهنا تقوله الوقت متوتر من قبل المباراة جيلا يبقى عندي حارس اساسي انت كده موجود وهتلعب مطش الاهلي والله حتى لو موفقتش انت مكمل معي اساسي فمش هحطه تحت ضغط في المباراة ضغط المضاعف ضغط المباراة وضغط انه مش نامل مكانه الاساسي انت كدت مع فكر ان عواد يلعب النهاردة ولا الصبح يكمل عشان يبقى تجيزه لمباراة الاهلي لا انا قدت مع عواد انه هو يشارك انا عايز عواد انا انا اجهز عواد للمباراة ياخد المباراة دي يبقى ياخد مباراة رسمية عشان اجهزه لمباراة للنادي الاهلي يبقى موجود او اي از شاف ان عواد الافضل لمباراة دا ما يقللش من صبحي لكن ما شوف إن عواد على المستوى الزهني كمان وعم صور الخبرة الكبيرة جدا ما شوف إن عواد في مواقف كتيرة جدا معنات الزمالك لأنه خد كتير قوي ففي المباراة دي بيبقى عنده شوية ثبات السبات الانفعالي كمان عنده بيبقى بيبقى كبير بيبقى موفق في المباراة كمان الكبيرة بشكل كبير لكن خلينا أقول لك إن في مدارس بالنسبة للحراس المرمى يخلي الحراس لغاية الوقت الأسبوع بتاع التحضير للمباراة ويسيب الاتنين بس ما يعالنش إن مين اللي حيلعب في مدرسة تانية أبتدى بلغك يا كريم إن أنت تخضر نفسك أنت اللي هتلعب فنستعد ونشتغل على هذا الأساس طيب عايزة أتفضلك يا كابتال هي دي مدرستين يعني المدرستين دولة بالنسبة للمداربين حراس بيشتغل على هذا الأساس لكن خلينا نقول فيه ثوابت بالنسبة للحراس الكبار إن بيبقى فيه حارس الأساس ده لازم ده يبقى متوجد على طول عملية التغيير في الحراس دي مش كويس طيب